حضيك قلت من شوية إن وده قاسم فعلا مشترك في آخر ماتشين سواء ريال مادريد أو فلمانجو البراديلي إن الدنيا كان ماشي حالها إلى حد كبير لغاية لحظة بعينها اللحظة دي التفكير تشل تركيز راح فبالتالي استغارات تفتحت ونتج عنده إن إحنا شباكنا استقبلت هدفين وتلاتي مزبوط تمام هل ده منطقي إنه يحصل يعني مثلا في ماتش ريال مادريد مثلا أرجع أقول لحظة إن لغاية ما كانت النتيجة 2-1 لريال مادريد حنقول كانت الأمور ماشية بشكل منطقي لكن بدون أي مقدمات كل حالك تفضلت بيه حصر فهنا دخل في نجولين بالمعنى الحارفي مالهمش لازم وده تكرر في ماتش وده يعطي فرص كان ممكن إن أنت تخلص بيها البطولة ما هو ده ده مهم إيه وعشان كده إحنا قلنا على إيه اللي بيضيع فرصة سهلة بعدها مباشرة يعني أنت عندك مشكلة شوية وده بإعتراف الجميع في إنهاء الهجمات ليس كل الهجمات بعضها بس البعض ده بعض الهجمات دي ممكن تخلص بماتش يعني أنت لما يكون عندك فرصة بتاعة في المباراة في اللامينجو بتاعة محمد شريف في التوقيت اللي أنت مضغوط وجبت جون بقى 3-1 هتفرق معك جداً طبعاً يعني هتلاقي حتى المستوى العام اتغير بتاع الجيم أنت بقى أدائك في ثقة وهم أدائهم زي ما حصل فيك أنت بعد ما بقوا 3-2 و4-2 يعني أصد هنا إضاعة الفرصة المحققة بيفرق كتير جداً هاي بيفرق كتير وتكلمنا عن النقطة دي كتير فكرة هنا أنك بتلعب لها بحلو جداً وعلى فكرة إحنا قلنا كلام ده قبل ما الأهل يواجه ريال مدريد قلنا إحنا عايزين نشوف كورة حلوة جداً وأن اللعيبة يلعبوا ويعملوا اللي عليهم والتوفيق بعد كده في النتيجة يعني بتاعة ربنا ومحدش بيبقى ليه يود فيها أول لو أعملت اللي عليك والزيادة والنتيجة كانت مش صحب برضو ده ريال مدريد نأكد بقى نأكد أنت قلت حاجة مهمة قوي بس ده ريال مدريد وبس ده فلمانجو إنه هو زي ما أنت قدرت تفرض عليه في أوقات كتير أداء كويس ممكن جداً مدرب تاني ولعيبة تانية يقدوا الموتشين دول دفاعياً على طريقة كروش خالص اقفل اقفل صح؟ صحيح لا برضو قد يكون سبب شوية لشكل النتيجتين دول إن إحنا حاولنا نجاريهم وبرضو هنا نقطة الفوارق في المستويات صحيح في فرق ممكن تجاريها طول الوقت في فرق ممكن تجاريها بعض الوقت أضوية منطقية بقى كله هو قوز ترجمة نانسي قنقر